التحديث الجديد للمنتجات كورسير شمل كافة منتجاتها وخصوصا الكيسات معاكم مندر العلي واليوم راح نشوف مع بعض أحدث كيسات كورسير من الحجم التوسط واللي تقدم أفضل أداء مقابل القيمة الكيس أو الصندوق الجديد هو 6500D Airflow اللي يقدم حجرة ثنائية علشان أفضل تنظيم للستاب بالإضافة إلى أفضل مرور للهواء لتبريد كافة المكونات التصميم الخاص بالكيس يتبع فلسفة تصميم كورسير الجديدة من ناحية خيارات الألوان والمواد وإضافة مميزات بسيطة لكن مهمة في نفس الوقت وفي النسخة هذه مواد الكيس قوية وتعطي انطباع بالجودة العالية ومقدمة الكيس هي بعرض 328 ملي وتوفر وصول سريع إلى داخلية الكيس من خلال واجهة مش أو فلتر سهلة الفك والتركيب وفي مقدمة الجهاز تقدر تركب ريدياتر بحجم 360 ملي أو مروحتين بمقاس 140 ملي أما لما نروح لجانب الكيس فنشوف أنه بطول 481 ملي وارتفاع 496 ملي ونسختنا هذه تجي بباب زجاجي tempered glass لما تفتحه تقدر توصل لكافة مكونات الكيس بالإضافة إلى أنه تقدر تشيل نفس الباب هذا إذا كنت تحتاج وصول أسرع طبعا من ناحية دعم اللوحات في الكيس حسب موقع كورسير يدعم إلى لوحات الـ ATX لكن بالواقع تقدر تركب إلى لوحات الـ ATX مع ميزة دعم اللوحات اللي مقبسة الباور فيها معكوس وبما أنه عندنا مساحة كبيرة فراح تلاقي فتحات كثيرة تخلي موضوع الكابل مانجمنت سهل جدا فعندنا من فوق فتحتين الأسلاك الباور مغطات بجزء مطاطي ونفس الشيء بالنسبة للأمام وفي الجانب وفي الأسفل وعلى كل مكان تقدر أن تتوصل فيه وللأمانة الكيس هذا من أفضل الكيسات اللي جربتها في موضوع إدارة الأسلاك وإخبائها بشكل ممتاز خصوصا بتوفر نقاط ربط داخل وخارج الكيس مع توفير مكان مخصص إذا كان عندك متحكم الـ IQ Link ومن ناحية إمكانية تركيب المراوح على هذا الكيس فعدي لين ما توقف أو وقف إلى 13 مروحة بمقاس 120 ميلي أو تسعة مراوح بمقاس 140 ميلي والنسخة هذه اللي هي نسخة الـ Airflow للعلم ما تجي معاها مراوح وبالحديث عن المراوح فأفضل خيار حاليا أنك أنت تقرن هذا الكيس بمروح الكورسير RX 120 RGB اللي توفر تقنيات جديدة ومبتكرة من ناحية دفع الهواء ومن ناحية سهولة التركيب بأكثر من مروحة وبنظام المسامير السريعة ونظام IQ Link اللي راح يوفر لك تحكم كامل في أنظمة الكورسير بدون حوثة أسلاك كثيرة وأيضا المراوح هذه تعمل بنظام محور باناطيسي راح يقدم لك مستوى هدوء وعمر تشغيلي طويل مع إمكانية التخصيص للمراوح هذه بشكل كامل وتقدر تشوف كامل المميزات هذه المراوح في المراجعة الكاملة اللي سويتها من خلال الكرت اللي راح يكون موجود في الأعلى أو من خلال الرابط اللي راح أحطه لك في صندوق الوصف من ناحية دعم المبردات المائية فعندنا أمكانينا أن نركب إلى حد أربعة مبردات بمقاس 360 ملي مع مبرد واحد ماي بمقاس 120 ملي والية تركيب المبردات أيضا سهلة تقدر تفك القاعدة فيها بكل سهولة أيضا التبريد الهوائي مدعوم في هذا الكيس إلى ارتفاع 190 ملي يعني هذا الكيس اعتبره استراحة وخضراحتك فيه فما راح يقول لك لا على أي مبرد تركبه بشرط أنه طبعا مايجاوز 360 ملي نفس الشيء بالنسبة لكرت الشاشة بكافة أحجامها ما راح تواجه أي مشكلة فيها إلى طول 400 ملي خلفية الكيس أيضا تقدم الكثير من الميزات نبدأ بأولها وهي إمكانية تركيب كرت شاشة بشكل طولي أو بشكل تقليدي مع توفر ثمان فتحات PCI Express مع إمكانية الوصول السريع إلى درجة الهاردات بشكل عرضي بعدد هارد سكين بمقاس إما 3.5 أو 2.5 برضو تتوفر عندنا إمكانية أن نركب قرصين بالجانب بداخل الحجرة الثانية بمقاس 2.5 إضافية بالحديث عن الحجرة الثانية فهي تضم باب أيضا على شكل فلتر أو مش يفتح بعكس جهة فتح باب القزاز وبالنسبة لدعم مزود الطاقة فعندنا إمكانية أن نركب إلى مقاس 225 ملي مع تقديم مساحة كبيرة لترتيب الأسلاك مهما كان عددها أو سماكتها ننتقل لعلى الكيس راح نشوف أنه عندنا أيضا فلتر نقدر نفكه بكل سهولة ويوفر لنا إمكانية الوصول السريع لداخلية الكيس ويتوفر عندنا واجهة تشمل مفتاح التشغيل المضيء ومفتاح عادة التشغيل مع توفر أربعة منافذ USB 3.2 الجيل الأول ومنفذ Type-C 3.2 الجيل الثاني مع منفذ سماعة ومايك مزدوج واسفل الكيس يتوفر عندنا فلتر للغبار مع أرجل معدنية ترفع الكيس بشكل ممتاز لتوفير تدفق هواء ممتاز إذا كنت مركب مراوح سفلية ومن ناحية الاكسسفورات التي تتوفر مع الكيس فرح تجيك علبة بلاستيك فيها كل ملحقات الكيس وهذه الحالة شغلة جميلة عشان ما تضيع المسامير الباقية وقت الحاجة له سعر كيس الكورتسير 6500 D Airflow بدون مراوح راح يكون 199 دولار فاصلة 99 دولار أو ما يعادل 750 ريال سعودي ورح يرتفع معاك سعره على حسب الخيارات اللي انت تختارها أو الإضافات اللي تطلبها ومع كل المواصفات اللي شفناها في كيس 6500 D Airflow وتاريخ كورسير اللي كانت هي أول من قدم كيسات فيها حجرة ثنائية أقدر أقول لك أنه هذا الكيس مع المواصفات وبسعره جدا ممتاز إذا كنت تفكر في كيس يكون يقدم لك مرونة عالية في موضوع الترقية وفي موضوع التبريد ولا راح تواجه أي مشكلة في أي قطعة موجودة عندك حاليا أو راح ترقيها مستقبلا كانت هذه معينتي لكيس الكورسير 6500 D Airflow إذا كان في أي استفسار راح أسعد بالإجابة عليه كما هي العادة يا بطل لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا السلام عليكم